السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأل الله صباحكم بكل خير وأحياكم الله جميعا في اليوم الثاني من الأسبوع التهيئة لطلبات كلية العلوم الإدارية والمالية نيابة عن زملائي وأحبكم وأتمنى أن يكون لقاءنا اليوم لقاء مفيد فيه يضغط لكم جميعا يساعدكم بإذن الله في اختيار التخصص أو كذلك الاستعداد للعام الدراسي القادم معي اليوم زملائي وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام بالكلية فقط في البداية أن أشكركم جميعا على حضوركم الكثير حضور البارح كان مميز جدا وأنا أتمنى أن يكون حضور اليوم كذلك مميز أكبر في البداية سيقوم زملائي بالحديث عن الأقسام في نهاية الحديث عن الأقسام بإذن الله سيجيب على بعض الأسئلة أو الاستفسارات إلى وجه ذلك ويودي كذلك التأكيد على أهمية برنامج أسبوع التهيئة بعض الأسئلة وردت فيما يختص بلقاء مبارحة بإذن الله اللقاء مسجل وسيرسل للجميع لملمة قطع الحضور للبلاع عليه والاستفادة منه بإذن الله بداية نبدأ اليوم مع زميل سعادة الدكتور إبراهيم الحسن رئيس قسم التجارة الإلكترونية فليس أفضل السلام عليكم أسعد الله صباحكم جميعا بالخيرات وأشكرك دكتور منصر على هذه المقدمة وحياكم الله جميعا في البداية أعرف من نفسي معكم أخوكم إبراهيم الحسن رئيس قسم التجارة الإلكترونية وأنا أتصور أن مجموعة من الطلبة الموجودين هنا اختاروا تخصص التجارة الإلكترونية لدراستهم خلال الفترة القادمة بإذن الله في البداية فقط أريد أن يعني أنبه على عدد أو أضيف كم عدد الأقسام الموجودة في الكلية وهي منشورة بشكل واضح للجميع القسم الأول بإدارة الأعمال والدكتور فيصل الهدار راح تيكلم عنه ثم القسم المحاسب والدكتور خالد الفهد وقسم المالية الدكتور منصر والبراك وأخيرا قسم التجارة الإلكترونية كل الأقسام تتفق في آلية أو استركتشر للخطة الدراسية من ناحية أربع نقاط رئيسية وهي متطلبات الجامعة وأعتقد الجزء منكم درسها في السنة الأولى المشتركة والجزء الآخر من المتطلبات ستكون ضمن الخطة القادمة وهناك متطلبات للكلية تتفق عليها الأقسام كلها ثم متطلبات القسم وهي تخصصية أكثر كمتطلبات للقسم وفي النهاية في متطلبات للتركيز لكل قسم له أربع تركيز يختار منها الطالب فمثال عليها إدارة الأعمال تخصص إدارة الأعمال في تركيز التجارة الإلكترونية وكذلك قسم التجارة الإلكترونية في تركيز آخر وهكذا الطالب مهما يختار التركيز المناسب له وأعتقد أنه سيشرح لكم سابقاً وسيشرح لاحقاً في آلية اختيار التركيز وتفاصيله هذه مقدمة عن أقسام الكلية بما يتعلق بتخصص التجارة الإلكترونية من الجيد قبل الدخول فيه وأخذ تركيز التجارة الإلكترونية معرفة ما هي التخصص وما هو مستقبله في البداية إذا لم يكن لك اهتمام في مجال التجارة الإلكترونية والأعمال في التحول الرقبي يحتاج أن تقرأ فيه أكثر حتى تتخذ القرار المناسب أنه فعلاً التجارة الإلكترونية هو التخصص المناسب لي إيش يؤهلك له في سوق العمل؟ يؤهلك إلى إدارة المتاجر الإلكترونية يتطلب وجودك في تخصص التجارة الإلكترونية وكذلك أي تخصص إلى أمرين مهمة التفاعل الفعال مع ضاحية تدريس ومقرراتك بإنهاء الواجبات بالتفاعل داخل القاع وكذلك قراءاتك الخارجية واهتماماتك في مجال تخصصك وخصوصاً في مجال التجارة الإلكترونية أخيراً أود أن أختم بنقطة مهمة جداً خلال الفترة القادمة ستكون جميع الدراسة عن بعد من خلال منصة التعليم الإلكتروني هذا لا يعني تنازل عن جودة التعليم هذا لا يعني أنها ستكون الدراسة أسهل أو أصعب الدراسة كما هي لن تتغير من ناحية المتطلبات لن تتغير من ناحية الاختبارات لن تتغير من ناحية تفاعل مع عضو هيئة التدريس المنصة الإلكترونية التي نأمل فيها في الجامعة وكذلك في القسم والكلية يعني متقنة فيها جميع المواد التفاعلية فيها جميع المواد التي يحتاجها الطالب وكذلك تستطيع التواصل من خلالها مع عضو هيئة التدريس في الساعات المكتبية وكذلك تجد وسائل التواصل واضحة جداً مع عضو هيئة التدريس فهذا لا يبدو أن يضع في الحسن وجود دراسة أونلاين لا يعني أنها أسهل لكن تحتاج إلى جهد أعلى من ناحية التفاعل هذا ما كان لدي وأشكركم على الحضورة تحت هذه الفرصة وتطلع لأي استفسارات أشكركم جميعاً والآن أعتقد سيكون معنا الدكتور فيصل في قسم إدارة الأعمال السلام عليكم وصباح الخير جميعاً معكم أخوكم دكتور فيصل هذال وكيل الكلية للدراسات العلية والبحث العلمي ورئيس قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية والمالية أنا أدرككم ثواني بس أرفعي للسلايد في البداية أصال عن نفسي وعن زبلائي في القسم أرحل فيكم وأشكركم على حضوركم معنا في هذا اللقاء التعريفي وفي اليوم الثاني من اللقاء التعريفي حاب أني أذكر بعض المعلومات البسيطة عن قسم إدارة الأعمال اللي يعد من أكبر الأقسام العلمية في الكلية وإذا ماهم في الجامعة أيضاً وأترك المعلومات الإضافية عنه في زيارة موقع الكلية وموقع القسم يكون فيه تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر وأتمنى الجميع خاصة المتخصين في إدارة الأعمال في زيارة الموقع ومعرفة الخطط الدراسية أو تفاصيل الخطط الدراسية لأنه لا مجال الذكرها في لقاء التعريفي مثل هذا يضم قسم إدارة الأعمال 38 أبو هي التدريس على رأس العمل حالياً ما بين أستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومحاضرين كذلك بالإضافة لذلك يضم أيضاً بعض المتعاونين حسب حاجة القسم من اللي عندهم خبرة في تدريس إدارة الأعمال ومناهج ومقررات إدارة الأعمال يقدم القسم برنامجين برنامج باكالوريس في الإدارة وأيضاً ماجستير في إدارة الأعمال MBA الباكالوريس الإدارة يقدم في ست فروع للجامعة للطلاب والطالبات على حد سواء في الرياض والدمام وجدة والأحزاء والمدين المنورة وجازان أما ماجستير إدارة الأعمال فيقدم للطلاب والطالبات في الرياض والدمام وجدة فقط البريد الإلكتروني لقسم إدارة الأعمال كما هو ظاهر لكم على الشاشة وأنا حبيت فقط أني أعطيكم هذه البريد لكن إن شاء الله في الساعة القادمة سأتكلم معنا الزميلة الدكتورة ميسون عن وسائل التواصل أمثل التواصل مع الأقسام وعضاهي التدريس على مختلف المواضيع وأيضاً مع الأقسام الأخرى والإدارات الأخرى الموجودة في الكلية هذا تعريف بسيط عن قسم إدارة الأعمال لا أحب أن أطيل عليكم لأن المعلومات التي أشجعكم يعني أن تعرفوها عن القسم وعن هدافه وتتصيل الخطط موجودة على صفحة القسم على موقع الكلية أو على موقع الجامعة وأتمنى أن الجميع صراحة أن يطلع عليها خاصة قبل بداية الدراسة لمعرفة الفرق بين الخاصات ومعرفة الأقسام ومعرفة الخطة الدراسية حتى يبني خطة لدراسة خلال الثروات القادمة في الأخير ونيابة مرة أخرى عن جميلاء أشكر لكم حضوركم وأتمنى لكم سنة أكاديمية موفقة بإذن الله وإحنا دائماً موجودين لخدمتكم وأرجو أن ما تترددوا في التواصل معنا على طريق وسائل التواصل الموجودة على موقع الجامعة أو معنا مباشرة وفي الختام طبعاً أقول لكم بالتوفيق إن شاء الله وشكراً لكم على الحضور مرة أخرى ومعنا الآن زميلنا يتحدث معكم عن قسم المحاسبة معنا الدكتور خالد الفهد بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله عبد العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نشكر لطلاب الإجارية والمالية وحضورهم هذا اللقاء ونشكر ونشكر الكلية على اجتهادهم وتوفيقهم بعمل مثل هذه البرامج وهذه الأسابيع التحضيرية التي تفيد الطالب وتفيد القسم للتعريف في واجبات وحقوق الطلاب مرحباً بكم مرة أخرى وكما تعلمون أن المحاسبة تعرف بأنها لغة الأعمال فهي الطريقة التي يتم تواصل من يعملون في البزنس بينهم وبين بعض وتختصر كثير من المفاهيم والمبادئ المتعارف عليها بين أبناء المهنة سواء كانت المحاسبة أو زملائهم في إدارة الأعمال وغيرها من التخصصات بالنسبة لنا في قسم محاسبة نسعى ونطبح وهدفنا هو أن نقدم لزملائنا وطلابنا وأبنائنا ما يفيدهم وينفعهم وكل ما يثواتب مع احتياجات وفي أحتياجات العصر وهذا هدفنا وغايتنا أن يتخرج الطلاب بذكرى جيدة ومعلومات مفيدة ولكي لا أطيل في مقدمة وأنتم تستحقونها سأستعرض لكم أهم المتطلبات والموعيد المقترحة أو الموعيد المرسومة حقيقة توزيع الدرجات عندنا في القسم المحاسبة ينقسم على أربع فئات وأول هذه الفئات هي الواجبات أو الاسسايمنت عندنا في القسم ثلاثة ثلاثة وتعتمد على ثلاثة ركائز الركيز الأولى هي الموعيد ونحن نحب أن نحترم الأوقات ونود من طلابنا أن يكونوا كذلك وأن يتعلموا احترام الوقت واحترام الموعيد فلذا إلا في الحالات الاستثنائية لا نقبل التأخير في تسليم الواجبات أو غيرها ما لم يكن هناك عذر مقبول فعندنا ثلاثة الأسسايمنت الأول سيتاح لكم في الأسبوع الرابع وستمنحون أسبوعين لتسليم هذا الواجب وسيكون في نهاية الأسبوع السادس الواجب الآخر أو الأسامة الآخر هو في نهاية الأسبوع السادس ونظرا لوجود المتر فإننا نمنحكم ثلاثة تسابيع حتى نهاية الأسبوع التاسع ثم الواجب الأخير سيتاح لكم في نهاية الأسبوع العاشر ويجب التسليم قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر وللطالب الحق في الاعتراض في حالة عدم التزام عضو هيئة التدريس بهذه الموعيد الركيز الثانية هي أن جميع الأسايمنت في قسم المحاسبة هي مبنية على case studies أو numerical based questions يعني إما أنها مسائل رياضية أو أنها case studies حالات ونسعى في مثل هذه الحالات أنه كل طالب يعبر عن فهمه نحن نبغاك تفهم ما نبغاك تحفظ من خلال case studies يعطيك الزميل أو عضو هاي التدريس حالة معينة ويبغاك من تحليلك الشخصي يعني يبغى رأيك يبغى استنباطك الشخصي يبغى يعرف مدى فهمك وليس حفظك إحنا إذا سألناك سؤال في ما ننتظر منك أنك تفتح التكست بوك وتطلع الجواب تعطيني إياه الجواب أعرف أنا وين في أنا أبغى أشوف فهمك هل أنت فهمت هل أبدعت في الإجابة فلذا إذا كنت تعطيتني الجواب بشكل شافي ووافي من خلال فهمك أفضل لي من جواب ممتاز ودقيق وكامل لكن هناك لي من كتاب أو من موقع فأنا أرضى بنص إجابة من فهمك أفضل من إجابة كاملة جايبها من موقع أو من كتاب هذا في حالة الكيس في حالة نيوميركا والمحاسبة فيها يعني العديد من المسائل الحسابية في هذا الحال قد يكون هناك البرنامج كشف البليجاريزم يظهر أنك والله عندك حالات رش إلا أن أعضاها تبريسي ألمون أن في مثل هذه الحالات سيكون هناك تشابه كبير وأن البرنامج لن يكون دقيق على أي حال نحن نود أن نتحافظ على يعني ونحارب البليجاريزم وإذا وجدت مثلا عبارة أو شيء ما ما استطعت أنه والله إلا تكتبها من فحاول أن نتكتبها وعلى الأقل يعني أذكر المصدر أذكر هذا يفك يعني يريح من كثير من الإشكالية ولعل هذه تكون في دورات أو ورش لاحقة يشرح لكم كيف تم معالجة مثل هذه الحالة نموذج التقييم الآخر هي الاختبارات عندنا وهو عادة ما يكون وعندنا 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 وكل هذه الطرق طرق الفحص اللي هي كلها تجاه كلها ما عندنا مقرر يركز على موضوع معين أو موضوع معين لا هم مطالبين وهذا اللي نعمل عليه إن الاسايمنت وكل هذه الأدوات القياس إنها تكبر كل مقرر فما عندنا موضوع محدوق ما عندنا موضوع ما ركزنا عليه كل كل ما أخذناه سنختبر عنه فبالتالي يعني بعض الطلاب قد يضيع وقته بالسؤال ما هو الموضوع المحدوفة وشو الموضوع اللي ما هو مهم ما في شيء ما هو مهم ونصيح ونصيحتي لأحبان وأعزائنا الطلاب إنه يدخل على موقع الكلية ويشوف برنامج المحاسبة ويشوف الكورس لكل كورس هو هيدرس الفصل هذا وبناء عليه يعرق الموضوع أو الكورس هذا ومش قاعد يتخلم عنه وهذه بتريح بشكل كبير جدا بالنسبة للتوزيع الأسئلة في الاختبارات قد ما تكون يعني واضح بشكل كبير في ظل الظروف الحالية إلا أنها يعني الاختبارات المتر والفاينال بتركز على الملتو والشوارس والتروا والأسئل والأسئل فالفاينال يعني على سبيل المثال وهو قابل يعني قد يكون قابل للتغيير في ظل الظروف الحالية بيكون عندنا وعلى أي حال سيتم تزويد إن شاء الله في الفصل الدراسي بطريق التوزيع الأسئلة وذلك بوقت كافي يبقى علينا موضوع الخطة الدراسية هو التركيز لن أضيف على زملاء الكرام فقد أكفل وأوقف ولكن عندنا في المحاسبة أن تدخل في الكورس أو برنامج البكالوريس في المحاسبة وتستطيع أن تختار التركيز المناسب لك فممكن أكون أنا بكالوريس محاسبة وتركيز محاسبة ممكن أكون بكالوريس محاسبة وتركيز مالية أو تركيز تجارة الكرونية أو تركيز إدارة أعمال وكل وحسب ما يرى وتجدون في موقع الجامعة إذا اخترت برنامج بكالوريس في المحاسبة سيظهر لك الخطة الدراسية ومن خلال خطة دراسية ستجد التركيز وتركيز هذه عبارة عن ثلاثة تركيز في المالية على سبيل المثال فنتدخل في هذا التركيز وتكمل المقررين الآخرين وبالتالي تكون استوفيت المتطلبات لحصول على شهادة كالوريس في المحاسبة بعض الأفطار الذي يقع فيها بعض الطلبة أنه يأخذ في تركيز المالية ثم يأخذ في تركيز إدارة الأعمال لعلها الآن معك يسمح النظام إلا أنه يجب الحذر من ذلك والعمل على عدم الدخول في تركيز وتركيز آخر في نفس الوقت ويجب الإشارة إلى أن تركيز المالية على سبيل المثال لطلاب المحاسبة يختلف عن تركيز المالية لطلاب المالية في يجب عليك أنك تتأكد أنك تخلت على صفحة برنامج باكولوريوس في المحاسبة هذا ما عندي اليوم وإن شاء الله بيزودوكم الزملاء بالإيميل الخاص بالقسم وحن على استعداد وترحيب باستقبال أي استفسارات تردنا من طرفكم ومن جهتكم كذلك عندنا اجتماع اسبوعي من خلال البلاكبورد ممكن مع رئيس القسم وكذلك الزملاء رؤساء الأقسام لطرح أي مواضيع تواجهكم لتحقيق هدفكم ومبتغاكم من خلال اتحاركم في الجامعة السعودية البرانية أحياكم الله ولعل جور الدكتور منصور الآن قائز بسم الإدارة المالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحياكم الله جميعا الله وطفا قدمت شفة جميع الزملاء على ما قدموا في اليوم التعريسي أود أشارككم بعض المعلومات فيما يتعلق في قسم المالية بداية نيابة عن زملائي ضاهية التدريس في قسم المالية أرحب بكم جميعا نتمنى نتمنى لكم عن أكاديمي مميز مليئ بالنجاحات باستخدام قسم المالية يقدم برنامج باستخدام العلوم في إدارة الأعمال في تخصص المالية القسم كذلك يقدم بعض المقررات لبرامج أخرى البرنامج ماجستي إدارة الأعمال وكذلك بعض المقررات المطلوبة في متطلبات الكلية لبرامج الأخرى برنامج المالية يعتبر من آخر البرامج التي استتحات في الكلية بدأ القبول في برنامج في طرع رئيسي الرياض فقط للطلاب ولحق افتتاح في باب رؤي أخرى السنة الحالية البرنامج متوفر في الرياض والدمان للطلاب والطالبات ونتطلع إن شاء الله إلى افتتاح البرنامج في فرع جدة في العام وقاتل بإذن الله الوظائف المتوقعة للمخارجين من البرنامج المدير المالي الباحث المالي المستشار المالي وكذلك المحلل المالي والوسيط المالي الخطة الدراسية للبرنامج فيما يتعلق بمتطلبات الجامعة لا تختلف عن برامج الورصة ولا تختلف كذلك في متطلبات الكلية الاختلاف هو في متطلبات وفي التركيز كذلك هذه هي المتطلبات المتعلقة بالقسم توجد لدينا عشرة مقررات شاملة مقررة التدريب المقررات تغطي جميع المقررات المطلوبة أو المماثلة في أي برنامج المالية بالإضافة إلى ثلاث مقررات للمتخصصين في البرنامج تطرح كذلك لجميع الطلاب التركيز مختلف إذا كان الطالب المتخصص في المالية فهي توضيح نقطة وهي فيما يتعلق بالواجبات والتكلفات المقروفة من فجل الأقسام كل قسم سياسة مختلفة عن القسم الآخر فيما يتعلق بعدد الواجبات على سبيل المثال اختبارات قصيرة بعض المقررات تتطلب وجود أنواع مختلفة من التقييم بعض المقررات في الأغلب تكون متشابهة فيما يتعلق في التقلييم كذلك أحب أن وضح أن جميع المقررات رمز المقرر يرمز في الأغلب بالقسم المسؤول عن المقرر على سبيل المثال رمز MGT يعود إلى قسم دارة الأعمال رمز E-Trom يعود إلى قسم التجارة وكذلك مقرر ما يستعود إلى قسم التجارة المحاسبة جميع المقررات التي تبتدأ ب ACCT مختصر للأكاونتين تعود إلى قسم المحاسبة في قسم المالية القسم مسؤول عن مقررات المالية والاقتصاد ستشمل الرمز F-I-N وكذلك E-C-O-N فجميع هذه المقررات تعود إلى قسم المالية الأقسام تتمايز وتختلف كما ذكرت سابقاً في سياسة التقيم للطلاب الموحد لجميع الطلاب في الجامعة وفي الفلية هي الوزن فيما يتعلق بالاختبارات 25 درجة لاختبار النسفي المتعل و50 درجة لاختبار النهائي أو الـ الـ الاختلاف فقط هو فيما يتعلق بأعمال السنة وهي الـ 25 درجة المتبقية في المقرر ختاماً أشكركم جميعاً على حضوركم وسعيدين تيكم وأنا تطلع إن شاء الله إلى نقاتكم لنقات أسوأ أعتقد سعادة دكتورة نسون قوجل أن تواصل اليوم كما يتعلق بطريقة تواصل أمثل معكم شكراً ونقدر لكم جميعاً لتحياتي السلام عليكم ورحمة الله دكتور شكراً أسئلة من الطلبة أي واتفضل يا دكتور طيب في أسئلة في الشعب هنا ما دي الدكتور أنك شايف لك أنا أو لا الله أهلاً معين حسابة هناك فرصة لكم إذا حدث سأل أسئلة للأسئلة في هنا كان طالب تكت من الفرص بين خلص المالي والمحاسبة أعتقد لنبسط للإجابة المحاسبة تنظر بمعنى أنه ماذا حدد صادقاً وتحاول المحاسبة دائماً توثير جميع العمليات المحاسبية والمالية في داخل أي شركة أو عمل المالية ينظر الأغلب للمستقبل فينظر إلى تحليل هذه البيانات واستفادة منها في اتخاذ قرارات المستقبلية هذا بشكل عام بعض قرأ سؤال أنه هل في أمل يكون تحصص مالية للبنات في قراجيات موجود تحصص مالية للبنات في قراجيات المحاضرة نعم مسجلة بالإذن الله وسيتم سألها للجميع المحاضرة نعم مسجلة بالإذن الله وسيتم سألها فرية رئيس الجامعة الإلكترانية لا يوجد حضور لرئيس الجامعة الحضور فقط اليوم بأقليل القلبية ورؤساء السام في سؤال دكتور الماجستير محاسبة دكتور خالد رد هل في ماجستير محاسبة؟ أهلا دكتور خالد أهلا وسهلا في الوقت الحالي ما فيه ولكن نعمل إن شاء الله على برنامج في الماجستير في المحاسبة كذلك قد يكون مواضيع أخرى في المحاسبة مثل الزكاة والضريبة إن شاء الله قريبا نعلن عنها في وقتها دكتور فيه كان سؤال بس دكتور منصور أو دكتور خالد حابين تردوا هل أقدر أخذ تركيز خارج التخصص رغم إنه ما يذكر في وثيقة التخرج وده قل من حماسنا للموضوع حقيقة مثل ما وضعها إنه ممكن يكون فيما يخص قسم المحاسة ممكن يكون التركيز في إدارة أعمال أو التجارة الإلكترونية أو المالية أو في المحاسبة هل يتحل يهمنا إن يكون زميلنا الطالب حريص على الفائدة أكثر من إنه وش مكتوب بالشهادة؟ وهذا اللي براعيه صاحب العمل وأي شخص يتعامل معه هل عندك المعلومة؟ أو لا بغض النظر عن الشهادة وما هو مكتوب بها فلذا أحفز الطلاب الكرام بأن ما يكون تركيزهم على ما هو مكتوب الشهادة بقدر الفائدة والميول والأهداف الشخصية التي يطمح لها الطالب دكتور مصور في سؤال هل ممكن أختار وقت المحاضرات في المساة؟ جميع المحاضرات في الكلية وأعتقد فيها الجامعة هي مسائية تبدأ من الساعة الرابعة إلى الساعة العاشرة مساء كان في سؤال سابق قبل ما يتعلق سابق قبل ما يتعلق قبل ما يتعلق قبل ما يتعلق مالي أممكن بعد أنها الفصل الأول فتح التحويل تحويل القسم إذا كان قد يفكر هناك سؤال بس نحن نحن نعم في توجه نحن نعمل الآن مع السياسة لإعتماد مقربات برنامج المالية وصلنا إلى خطوات جيدة وإذن الله قريبا أعتقد هذه الأسئلة التي تعلقها في المدينة هنا كان سؤال دكتور وهذا الجواب حضرتك عليه هل يوجد تعاون مع المنظمات مثل المنظمات المنظمية نحن نعمل الآن مع السياسة أيضا أجبت على هذا السؤال نحن نعمل الآن مع السياسة على إنشاء نعمل المطهرات والصرصة هناك سؤال دكتور عن مادة التركيز يقولك هل أقدر أخذ مدينة واحدة في الفصل؟ ممكن طبعا السلطة الجراسية تنص على أن مواد التركيز تأخذ مادة واحدة في كل فصل في لذنها تقضى 6, 7 و 8 في المجيب الحربي أفضل تخصص يمكنني مدينة العمال والتكار أعتقد جميع التخصصات ممكن تمكنك مدينة العمال والتكار ونعمل حاليا على خطة جديدة للكلية ويكون فيها بإذن الله نصار خاص بريانة العمال في سؤال هل أقدر أقدم ثاني فريتاني على التخصص ماليا والتكارين؟ ما يحتاج زي ما ذكرت سابقا بعد إنهاء الفصل الأول يفتح كوابت التحويل بين الأقسام وبإمكانك التقديم على التحويل إذا كانت تخصص موجود في الفرع الذي يتبع بها في الترافق ترتيزين في تخصص واحد لا أعتقد لا يمكن ترتيزين في تخصص واحد من الإمكان الحصول على تركيز واحد ماريا عندنا مادة الساعة أوليان أعتقد أنها تتولدها خطة ستعتر إن شاء الله ماريا إلى الآن لا يوجد دبل ميجر في كلية أو في الجامعة الموجود هو مائنر بحيث أن المسار هو قبل المائنر فهو مشابه نوعا ما للدبل ميجر المتطلبات المجلس الاستشاري نقشناها البارح بإذن الله سوف يكون هناك إعلام بشروط وفتح الغوابة لتقديم على المجلس الاستشاري فإن الله سوف تركيز المالي تركيز المالية تحويل جدًا من المشترات تكون تستريف بينها بسانبين. طالب الخريج إلى 21 ساعة من جميع الدستورين من طالب الخريج. سؤال ممتاز من عبدالله يفعل أنا طالب تحضيري متى ينزل جدولي طالب التحضيري ما رح ينزلك جدول بشكل تلقائي اليوم فتح التسجيل الساعة التاسعة صباحاً هيفتحها تقضي اليوم السميس المهم جداً أنك أنت تتجل المقاررات اللي ترغب التسجيل فيها فما في حالياً تسجيل تلقائي وإنما كل طالب يقوم بتسجيل المقاررات بإراضيه الاستفسارات بإبن الله حضرتها الدكتورة من سوم طريقة تتواصل مع الكملية نور سليني إيميل أساس ما نأخذ والدويل ممكن أن تحقق من الموضوع وأرجعني بكم في سؤالي دكتور سومالدة تسمحني دكتور مصور هل يمكن نصالب أخذ مواد أخرى ليس بحاجة لها من أجل التخرج مثلاً إذا كان تخصص مالية ما ليش معشان دكتورت الأسئلة بتطلع السؤال ما ليش عتذه مثلاً إذا كان تخصص مالية واراد أخذ مواد إضافية محاسبة ليتمكن من الحصول على حد الأدنى من ساعات المحاسبة حتى يتقدم اختبار زمارة الهيئة السعودية المحاسبية للقانونية تبدأ تفيدنا في هذا الجواب؟ والله لا أعلم ولعل أسحاد العميد يكون لديه معلومة إن كان يحتاج التقدم إلى مجلس كلية للموافق على ذلك أو لا لكن فيما يخص الطلاب إن كان يسأل عن شخص من غير طلاب الجامعة ويرغب بحضور مقررات في المحاسبة هذا غير مقبول في الوقت الحالي أما إن كان طالب في الجامعة في أي من التخصصات ويرغب بمقرر ليس من ضمن الخطة لا أعلم حقيقة الآن عن الواجب في مثل هذه الحالة بالنسبة للسؤال المتعلق في المعادلة المعادلة موجودة على الموقع المقررات اللي يتم معادلتها هي فقط طلسة تحضيرية والمواد الفقاطة الإسلامية إذا كان طالب في المالية ويرغب في دراسة مقررات إضافية فيما يتعلق بالمحاسبة ممكن يتقدم بطلب لكلية ويأرض على نفس الكلية ويمرض أعتقد الدكتور صالد أجاب على كانية توفير مستير في المحاسبة الجامعة الإعادة للمحاضرات البارح واليوم بإذن الله يتم السألها بالإيميل كروابط لأنه لا يتقطع يحضر في المحاسبة لا بد أن تتأكد يا عبد الله أنه أضاف خلال سنة تحضيرية أضافك أنك تشترك في سنة تحضيرية نظام مهتوح الآن بإمكانك التلسي هناك سؤال عن هل يفتح تخصص بهذه التأمال هل يفتح نعمل الآن على خطة جديدة بإذن الله أنه قد يكون فيها مسار جادتها القانون والثقافة ما هي محددة بالصارع بالإمكان أعتقد التسجيل في الشعب الغير محدد فما عندك مشكلة الروابط لمحاضرة الأمس ترسل إن شاء الله مع محاضرة اليوم بعد تجهيزها أعطيكم العافية وشكرا ومقدرتكم ترجمة نانسي قنقر نانسي ق åtلثقان نانسي ق Rosimo